الجهاز الهضمي للكلب سنتكلم عن نوع الطعام الذي يأكله وعن تركيب الجهاز الهضمي له وعدد أسنانه ومصار الطعام في جهازه الهضمي بيبدأ الجهاز الهضمي للكلب من الفم يمر بالمعدة والأمعاء الغليزة وقناته الهضمية بتكون قصيرة وتنتهي بفتحة الشرج بيبدأ الجهاز الهضمي من الفم وينتهي بفتحة الشرج وبتساعد عملية التكيف الخاصة به على هضم الطعام الذي يتناوله وهو اللحوم والكلب من آكل اللحوم ونلاحظ أن الفم يتكون من 42 سنا للكلب البالغ وهم أربعة أنواع القواطع والأنياب والضواحق والدروس الدروس موجودة على الفك السفلي والعلوي على الجانبين والقواطع موجودة في مقدمة الفم وهي أسنان صغيرة ووزيفتها تقطيع الطعام الأنياب نلاحظ أنها طويلة وذلك لتمزيق اللحوم الدروس والضواحق وزيفتها تفتيت وتحن ومضغ الطعام نلاحظ أن الكلب أنياب طويلة جدا لكي يستطيع تمزيق اللحوم وتقطعها إلى قطع صغيرة نلاحظ أن الكلب له قناة هضمية كثيرة وله معدة واحدة وذلك لسهولة هضم الطعام الذي يأكل وهي اللحوم لأنه ليس من أكل العشب لأن العشب يحتاج مجهود أكتر في هضم كده تكلمنا عن الجهاز الهضم للكلب والسلام عليكم ورحمة الله